اشتركوا في القناة من المشاهدة والتطبيق وهو النداء على التمارين البدنية بعد أن تناولنا في المحاضرات السابقة كتابة التمارين البدنية وأيضا كتابة الوضع الابتدائي واصطلاح الحركة والوضع النهائي والذي قلنا سابقا أنه يلفظ ولا يكتب النداء من يستطيع أن يعرف للنداء؟ علي كمال استاذ هو أمر من قبل المدرس على الطالب لتنفيذ تمرين ما؟ يعني بعد هي كلمات استاذ هي كلمات يلقيها المدرس على الطالب لتنفيذ حركات حركات ما؟ استاذ بس مهلي ومثل ما قلت هو تلقي نعم هو الكلمات أو التعبيرات أو التعبيرات الخاصة على الطلاب بطريقة خاصة لأداء أوضاع وحركات في اتجاهات معينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام ينقسم النداء إلى ثلاثة أقسام يقول لي ما هي أقسام النداء؟ وليد الأخبار برهة انتظار الأخبار برهة الانتظار والحكم نعم الأخبار أو التنبيه طبعا هو نفس المسمى وبرهة الانتظار والحكم ماذا نقصد بالأخبار أو التنبيه؟ الأخبار أو التنبيه هو عبارة عن عدة كلمات تدل على أزاء الجسم المراد تحريكها واتجاه حركتها وقد يسبق التنبيه عدة ألفاظ بغرض إضاح صفة الحركة وطبيعتها من حيث الوقت أو الثقل أو كلمات بالعدد أو بالتوقيت أو بالوثب ويراعي تجنب المصدر في التنبيه يا شباب نحن ما مرات نقول بالقفز أو بالوثب فهي هذه الكلمات تسبق التنبيه دائما تسبق التنبيه بالقفز أو بالوثب قدمين خارجا ضع بالوثب هي تعتبر هذه الكلمة سابقة للتنبيه القدمين خارجا هو التنبيه أو الإخبار فرهة الانتظار اللي هي مثلا بالقفز قدمين خارجا ضع فرهة الانتظار هي هي المد الكلام والحكم هو المظر ضع أو وقف أو وقوف وراح نجي نتكلم عليها بالتفصيل طبعا لاحف فتح القدمين فتح أو بالقفز القدمين داخلها نضع فتح القدمين هو نداء خاطئ لاحظ هنا ثاني الذراعين ثاني نداء خاطئ لاستخدام المصدر لا يصير تقول ثاني ذراعين لا نقول الذراعان ثاني لاحظ النداء فرهة الانتظار وهي فترة السكون بين التنبيه والحكم والهدف منها إتاحة الفرصة لاستيعاب المطلوب منهم من التلاميذ أو الطلاب في التنبيه يعني يا شباب أنا إذا قلت القدمين خارجا ضع اهتمال أو كطالب ما سمع أو هنا فترة الاستجابة تختلف ما بين طالب وآخر فطالب يستجيب وطالب لا يستجيب لكي أوحد العمل لكي أوحد العمل لابد أن أضع فترة استجابة يعني الذراعان جانبا رفع شوف انطيت فترة استجابة ليش حتى الطلاب تستوعب ما تم ذكره في الإخبار أو التنبيه ويجب أن يراعي في برهة الانتظار الآتي يحضر فيها على المدرس توجيه أي لفظ لأي طالب فهي فترة الصمد احتمال تقول الذراعان جانبا وتسكن الذراعان جانبا رفع أو أطيل الكلمة الأخيرة الذراعان جانبا رفع واضح يجب أن تتناسب طرديا مع المستوى العقلي والحركي للطلاب بمعنى أنها تطول مع الصغار وتقصر مع الكبار يا شباب إذا عدنا صغار بالسن يعني التناميذ وهما ما مدربين سابقا فالنداء لا بد أن يطول يعني برهة الانتظار تطول ليش حتى الطالب يستوعب أما مع الكبار والمتدربين الفترة أو برهة الانتظار تقصر يجب أن تتناسب أيضا مع صعوبة التمرين فكلما كان التمرين صعب ومركب هنا تطول عملية برهة الانتظار وكلما كان التمرين سهل تقصر عملية برهة الانتظار يجب أن لا تطول على المعقول حتى لا ينسى الطلاب ما تم ذكره في التنبيه يحضر على المعلم في برهة الانتظار أن يسطح الأخطاء أو يشجع أو يحذر الطلاب يا شباب أثناء برهة الانتظار أنا أقول القدمان خارجان أكون منهم من الطالب أنه يحرك لي ذراعه لا لا بد أن أكون في الوضع أنه أنا أقول القدمان واضح؟ أو وضع التشريح لما الطالب كان خطأ هو نداء من الوقوف إذا طالب جالس لازم أعدل أو صحح الوضع مالته بالبداية واضح يا شباب؟ أكو سؤال أو استفسار حول برهة الانتظار أستاذ واضح أي سؤال؟ أي استفسار؟ لا أستاذ واضح سادسة قد يخصر المعلم برهة الانتظار متعمداً في بعض الحالات لزيارة التشويق وجذب الانتباه تمارين البدنية ما هي العوامل؟ يجيك سؤال ما هي العوامل التي يجب فيها إطالة برهة الانتظار؟ تطول برهة الانتظار قلناً مع التلاميذ الصغار تطول مع ذوي الاحتياجات الخاصة يا شباب إذا واحد رح يروح ويدرس ذوي الاحتياجات الخاصة أو يدرس الاستيعاب يعني الاستيعاب قليل لازم يطور عنده أو برهة الانتظار بالتمارين بدنية الطول ليش؟ لأن الطالب ما رح يستوعب مباشرة ما رح يستوعب مباشرة لازم تطيع برهة الانتظار طويلة نوعاً ما عند العمل مع المبتدين يعني إذا جاني شخص ما يعرف كل شي بعدها مبتدأ ولا لو أدخل بالرياضة معقول أن نطي الذراعان جانباً رف ما رح يعرف الذراعان أسفل خف لا نطي برهة الانتظار طويلة حتى يستوعب العمل تطول برهة الانتظار إذا كان التمرين معقداً أو مركباً يعني نقول مع ثني الذراعان جانباً الجذع يميناً فتل هذا التمرين مركب لازم أطول بي فترة الانتظار ليش حتى يستوعب ما تم ذكر من قبله خمسة أو عشر كلمات واضح يا شباب تمام استعد فطول برهة الانتظار إذا كان التنبيه طويلاً أو عدد الممارسين كبيراً يا شباب إذا كان عدد الممارسين كبير ليش اطلج بفترة الانتظار عمر قاسم ليش اطول إذا كان عدد الممارسين كبيراً أو عدد الطلاب كثير العدد الطلاب كثير ليش الطول حتى يعني يصل يصل صوت المدرس لكل الطلاب يعني لأن هناك اختلاف أو طروق كردية كبيرة بين الطلاب يعني احتمال عندي طالب استجابته سريعة وطالب استجابته بطيئة فكان عدد كبير أنا لابد أن أطول فترة الانتظار لضمان وصولها إلى الجميع واضح يا شباب تمام العوامل التي يجب فيها أن تقصر برهة الانتظار تقصر برهة الانتظار مع الكبار وأيضا مع المتقدمين وتقصر برهة الانتظار إذا كان التمرين سهل أو غير معقد وأيضا إذا كان التمرين قصيرا فتقصر كلها العوامل تقصر بها برهة الانتظار الحكم ماريوس موجود ما موجود الحكم ماذا نقصد بالحكم واحد غير علي و عمر معا مستاذ ايه صاد الحكم وهي الكلمة التي يبدأ بعدها العمل مباشرة جيد كم نوع من الحكم عندنا ثلاثة ليش لظي ولظي عددي ولظي هو لظيا او عدديا اللظي العددي يستخدم دائما مع الصغار واضح شروط الحكم ما هي شروط الحكم ان يكون كلمة واحدة فقط تتضمن وصف التمرين عدل لفظ الخاص يا شباب شنو هي ثاني مد واضح شوف كلمة واحدة تتضمن هش تتضمن هذه وصف الحركة ان يقال الحكم بصوت واضح ومسموح ومسموح للجميع يعني ثاني مد بصوت عالي وايضا بصوت واضح ما يصير انه انا انه مثلا مد ما انطي الحرف مستحقة او ما انطي بالصوت العالي اللي اسمعت جميع ان يكون الحكم قصير او الحاج للحركات السريعة مثل الثاني الذراعين يعني الذراعان ثاني شوف شوف الكلمة الثانية شون صارت ان يكون الحكم الاكثر طولا او الاقل حدة للحركات التي تطلب سرعة متوسطة مثل الذراعان رفع شوف رفع شون صارت ثاني رفع هتلاحظ ان يكون الحكم الطويل للحركات البطيئة نسبيا مثل الجذع جانبا ميل واضح الجذع يمينا ميل الجذع يسارا ميل واضح يا شباب ان استاذ الحكم يناسب الحركة لازم يناسب الحركة مرات الحركة حادة بطيئة مثل ثاني ثاني شوفوا شون اللفظ ما يأتي اذا كان اذا كان الحركة متوسطة او الحكم متوسط مثل الذراعان رفع وهنا تجي كلمة ميل دائما اللي هي دائما انت اخذت جوانب راح تكون عندك الحكم طويل واضح واضح يا شباب واضح يا استاذ واضح انواع النداءات من يقدر يفسر لي انواع النداءات كم نوع من النداء عندنا انواع النداءات يا شباب اربعة اولا النداء اللفظي يستعمل عند بداية تعليم الطلبة للحركة يوضع فيه المدرس مسار الحركة يبدأ الطلبة في استيعاب التمرين يشرح فيه المدرس النقاط الفنية للتمرين يبدأ المدرس بإصطاح الحركة يا شباب النداء اللفظي مثال عدنا تمرين ثاني الذراعان جانبا الذراعان جانبا ثاني التمرين اللي من راح يكون النداء اللفظي للتدريسي التدريسي راح او المعلم التدريسي ايش راح يبين راح يبين بدء تعلم الطلبة طلبة راح يستوعبون الحركة ومسار الحركة هل هي جانبا هل هي اماما بعدها من يشوف الطالب التدريسي او المدرس او المعلم ينفذ الحركة راح يستوعب التمرين بعدها راح هو يقدر يبدأ بعدها راح يقدر شنو راح يقدر ينفذ هنا عندنا المدرس ايضا بالنداء اللفظي يبدأ صحح اذا واحد مثلا رفع الذراعان جانبا بس ما بالوضع التشريحي الصحيح يبدأ المدرس يعلي او ينصي او يصلح له الخطأ مالتا النداء اللفظي العددي اللي ذكرته يبدأ بعد الطالب يعني الذراعان جانبا رفع واحد العدة واحد الذراعان اسفر خفض هاي العدة اثنين واضح هذا لفظي عددي اذا اقول لفظ بعدها اقول هاي عدة واحد اذا اقول لفظ عدة اثنين لفظ عدة ثلاثة واربعة واي الاخرين توحيد العمل الجماعي متى يستخدم هذا يبدأ الطالب في حفظ مسار حركة التمرين اصلاح الاخطاء وتوحيد العمل الجماعي ويستمر المدرس في شرح النقاط الفنية للتمرين النداء العددي يا شباب واحد اثنين بالضبط بعد ما انه استكملنا النداء اللفظي والنداء اللفظي العددي يأتي العددي يستكمل الطالب استيعابهم لحفظ حركة التمرين يستمر ايضا تصحيح الاخطاء رابعا العمل التوقيتي هنا لازم كل طالب يعني انتم تشوفون كلكم معتكم نغم خاص نحن العمل التوقيتي نسميه نغمة كل طالب لابد ان يعمل له نغمة خاصة بينه لأما تكون على حركة قدمينه حتى يضبطه يعني شون يبدأ في استيعاب التمرين وحفظ الحركة وهنا يقل لك بعد انتهاء من اصلاح الاخطاء ويبدأ بعد توحيد الاداة الجماعي لمشتركين راح نرجع يا شباب العمل التوقيتي يعني انا كيف ابدأ بالعمل التوقيتي بعد انتهاء من عدد اللفظي اقول مثلا طلاب الكل مع بعض ابدأ بتشوف العمل التوقيتي واحد اثنين واحد اثنين او واحد اثنين ثلاثة اربعة شوف عمل توقيتي عمل توقيتي انه تتناسب فترة السكوت مالتك مع فترة الحكم الثاني واحد اثنين ثلاثة اربعة ما قلت شيء لا لازم عمل توقيتي مصاحب لنغمة انت تخترعه نداء الوضع الابتدائي اذا كان الوضع الابتدائي يتكون من وضع اصلي زايدا مشتق او وضع اصلي زايدا اكثر من مشتق اذا كنت للمبتدئين تنادي كلنا على حدة اذا كنت للمتقدمين ممكن ان تدمج واضح يا شباب هنا عدنا مثال وقوف فتحا من ذراعان جانبا ميل شوف لاحظ النداء للمبتدئين يقوم المدرس بالنداء على كل حركة بمفردها يعني معتدي لانقيف بالوثب قدمين خارجا ضع الذراعان جانبا رفع الجذع امام ميل كل واحدة لوحدها اما مع المتدربين بالوثب مع رفع الذراعان جانبا القدمان خارجا ضع الجذع امام ميل بواب يا شباب شكرا